اشتركوا في القناة قد تتساقط حبات البرد نحو منطقة الاوراس تكون ايضا مرفقة بهبوب رياح قوية نحو الهداب الوسطى وكذلك الغربية المناطق الغربية ستشهد بعض الامطار الرعدية لكن باقل حدة مقارنة بالمناطق الوسطى والشرقية جنوبا بعض الامطار الرعدية المحلية ستخص منطقة الصورة خلال الظاهرة تكون اكثر استمرارية نحو شمال السحراء ومنطقة الواحد استقرار تندوف بصحراء الوسطى إلى غاية اقصى الجنوب الشرقي مع هبوب رياح قوية نسبيا تعمل على نشاط بعض الزوابع الرملية التي ستمتد إلى غاية شمال السحراء والواحد حتى بالنسبة لمناطق اقصى الجنوب إلى غاية منطقتين هوجار والتاسيدي هنا الاجواء ستبقى مستقرة لكن شبه رعدية ابتداء من ضايرة الحرارة الدنيا خلال ليلة اليوم تتروح مبين 6-8 درجات بالمناطق الداخلية 12-13 بسواحل 12 درجة أيضا ببشار 14 بتندوف بن عباس وغردايا 15 ببسكراي لغاية ورقلة ترتفع إلى 25 درجة بإليزيل لن تتعدى 21 درجة بثمن راسد و29 درجة ستكون كعلامي قياس بأقصى الجنوب الحرارة القسوى خلال يوم الغد تبقى منخفضة جواء باردة بالهضابة العليا والمناطق الداخلية الشرقية مقاييس من 11-16 درجة تقرب 19 بالطرف عن ناباس كيكدا 21 درجة بالعاصمة بومرداس وتزيوزو 22 درجة بوهران وتنمسان نفس المقياس جنوبا بغردايا في حيلان تتعدى 17 فقط بمدينة بشار تقرب 23 درجة بالواحات 31 درجة بتندوف 36 درجة بالصحراء الوسطى وترتفع إلى 43 درجة كعلامي قياس بأقصى الجنوب البحر سيكون من قليل الاتراب إلى مضطرب على كل سواحل رياح قوية نسبيا بسواحل الوسطى والغربية دمن تيارات شمالية شرقية إلى الشمالية تماما سرعتها من ضعيفة إلى معتدفة